بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق الله العظيم رمضانيات مع جهاد الأطرش رمضان كريم ندعو الله أن يغمر هذا الشهر بخيراته وبركاته الأمتين العربية والإسلامية الأخوات والإخوة إن الذي يصوم هو المؤمن والصائم عن كل ما يغضب ربه فلا تسمع أذنه إلا ما يرضي الله ولا ترى عينه إلا ما أحل الله ولا يفكر إلا فيما يقرب من الله ولا يسير إلا للسعي في قضاء حاجة الناس ولا يدخل معدته إلا ما أحل الله ولا يقول لسانه إلا الكلام الطيب ولا تمتد يداه إلا لما يدخل السرور على الناس نفهم من هذا الكلام أن الصائم يتمتع بصفات رفيعة وبإيمان وإخلاص يجدد بهما طاقته الروحية ويعمق ارتباطه بخالقه وهل هذا غير عكاس لأخلاق حميدة يتصف بها الصائم؟ نعم الأخلاق الحميدة ثمرة من ثمار الصوم فالصائم الحق لا ينفعل لأدفه الأسباب ولا يغضب ولا يتهور أو يقابل السيئة بالسيئة بل يقابلها بالحسنة والحسنة بأحسن منها للصوم أبعاد متعددة وآثار غزيرة مادية ومعنوية على الإنسان وأهمها البعد الأخلاقي من عادات المسلمين حول العالم في الشهر الفضيل نتحدث اليوم عن طايلند فالمسلمون فيها ينطلقون مع أول صباح من رمضان ليزينوا قبور أجدادهم بالزهور ويلي ذلك قيامهم بإعادة بناء بوابات المساجد المقوسة المبنية من خشب جوز الهند ثم يزينون المساجد بالإضاءة في رمضان أيضا وحيث يوجد المسلمون تكون المحلات مزدحمة ويقوم الناس بعمليات بيع وشراء الأطعمة وغيرها من الحاجيات بأسعار رخيصة جدا تحقيقا لمبدأ التعاون في الشهر الفضيل من أشهر الأطباق الرمضانية في طايلند توباك أي الأرز اللزج الذي يتم طبخه في ورقة شجرة يطلق عليها اسم بالا وهذا الطبق يطبخه عامة الناس ويفتحون أبواب بيوتهم ويدعون أقرباءهم وأهلهم ليأكلوا سويا من الشعر عن الصوم والشهر الفضيل اخترنا هذه الأبيات للشاعر السعودي الدكتور عبد الرحمن بن عبد الرحمن الأهدل إذ يقول أقبلت تزهو ونور الوجه والضاء فمرتأت في رباكم قط ظلماء أهلا بشهر حليف الجود مذبزغت شمس وصافح زهر الروضة الماء تلك المساجد بالتسبيح آهلة كأنها بالهدى فجر وأضواء يا أمتي استقبلوا شهرا بروحي تقن وتوبة الصدق فالتأخير إغواء توب إلى ربكم فالذنب داهية ذلت به أمم واحتلها الداء صمت الصائم تسبيح ونومه عبادة ودعاؤه مستجاب وعمله مضاعف حديث شريف وإلى اللقاء مع الرمضانيات وجهاد الأطرش ترجمة نانسي قنقر